رسالة من مجموعة من شبابنا الشيعي من شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من إيران أقرأ الرسالة كما وردتني قد طالعنا الكثير من وقائع لقاءات إمام زماننا عليه السلام بأشخاص لا يحصون من الشيعة وغيرهم في الغيبة الأليمة فلاحظنا أنه عليه السلام يذكرهم بالعديد من صور تقصيرهم وفي مجالات عدة ولكننا لم نجد إشارة مهدوية إلى تقصير الشيعة في تغابيهم وغفلتهم أو عنادهم اتجاه ذكر الشهادة الثالثة المقدسة في الصلوات فهل هناك من لقاء أو توقيع شريف أشار فيه عليه السلام إلى هذه القضية الهامة جدا جدا في دين الإنسان وعبادته أما هي الحكمة في عدم الإشارة إليها هذا هو نص السؤال قرأته كما وردني من مجموعة من شبابي شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه من إيران أقول للسائلين بإمكاني أن أجيب على سؤالكم إجابة سريعة ووجيزة ومختصرة لكنني أفضل أن أفصل في الجواب فهناك الكثير من المطالب التي تخفى عليكم وتخفى على المشاهدين أحاول أن أجعل الإجابات في هذه الحلقات على الأسئلة التي تردني أن أجعلها إجابات نافعة مفيدة بقدر ما أستطيع سؤالكم عن لقاء حدث فيما بين أحد الشيعة وإمام زماننا أو عن توقيع شريف كل ذلك يرتبط بذكر الشهادة الثالثة في الصلوات المفروضة بنحو الوجوب مثلما أتحدث عن هذا الموضوع كرارا ومرارا في برامج وأحاديث وإذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فما الحكمة من عدم إشارة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه المسألة المهمة والمهمة جدا هذا هو مضمون سؤال أسائل وسأبدأ حديثي من التوقيعات التوقيعات هي الرسائل التي وصلت من إمام زماننا إلى الشيعة تارة تأتي هذه التوقيعات من دون سؤال من دون طلب من الشيعة وأخرى تأتي بسبب طلب بسبب أسئلة يوجهها شيعي أو مجموعة من الشيعة قطعا هذه التوقيعات كانت زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى وردت توقيعات قليلة جدا زمان الغيبة الكبرى كالرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة التوقيعات ما بأيدينا من التوقيعات المهدوية قليل جدا لا ندري أين ذهبت باقي التوقيعات نحن نتحدث عن غيبة استمرت ما يقرب من سبعين سنة غيبة الإمام بدأت بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري إمامنا الحسن العسكري استشهد في الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المائتين من الهجرة إثمانية ربيع الأول ميتين وستين هجري وانتهت الغيبة الأولى الغيبة الصغرى بوفاة السفير الرابع السمري والذي توفي في شعبان سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة لم تصل التوقيعات من الإمام إلى الشيعة منذ بداية الغيبة وإنما انقضى شطر قليل من الزمان وبعد ذلك بدأت التوقيعات تصل إلى الشيعة عبر سفراء الغيبة مدة سبعون سنة ما يقرب من سبعين سنة قطعا ستتجمع كمية كبيرة من التوقيعات لكن الذي بعيدنا قليل وقليل جدا أين ذهبت تلك التوقيعات هذه أسئلة واستفهامات نحتاج نحتاج أن نقف عندها طويلا متدبرين متفكرين باحثين عن الأجوبة الحقيقية والتي من العسير والعسير جدا أن نصل إليها للفائدة العلمية والعقائدية التوقيعات المهدوية جمعت في بعض مصادرنا الحديثية أقدم مصدر من المصادر التي جمعت التوقيعات المهدوية كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة قطعا لم يجمع كل التوقيعات ولكن ما وصلت يده إليه هذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في هذا الكتاب تبدأ التوقيعات من صفحة خمسمية وتسعة إلى صفحة خمسمية وتسعة وأربعين من صفحة خمسمية وتسعة إلى صفحة خمسمية وتسعة وأربعين هذا الباب هو باب التوقيعات وتلاحظون عدد الصفحات عددا قليلا المصدر الآخر غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة فهذا الكتاب اجتمل على طائفة من التوقعات التوقعات التي ذكرها هي هي موجودة هنا لكن عدد التوقعات يختلف أنا هنا ذاكر لكم المصادر التي ذكرت هذه التوقعات أقدم مصدر كمال الدين وتمام النعمة وبعده غيبة الطوسي وبعده احتجاج الطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم إنها طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين من صفحة أربعمية أو سبعة وستين وإلى صفحة أربعمية أو تسعة أو تسعين من صفحة أربعمية وسبعة وستين إلى صفحة أربعمية أو تسعة وتسعين وهذا المصدر هو المصدر الذي يشتمل على الرسالتين المشهورتين التي وردت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد أقدم مصدر بأيدينا للرسالتين هو هذا الاحتجاج سأشير إلى موضوع رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد مصدر آخر أيضا وهو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي من صفحة مية وخمسين إلى صفحة مية وثمانية وتسعين وهكذا عوالم العلوم للمحدث البحراني مع مستدركاتها إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة وهذا هو الجزء الثاني من مجموعة عوالم الإمام المهدي التوقعات تبدأ من صفحة خمسمية واثنين واربعين إلى آخر هذا الجزء وهناك أيضا الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية ألف أربعمائة وثمانية وعشرين هجري قمري قموا المقدسة هذا الكتاب أيضا هذا الجزء وهو الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي يجتمل على التوقعات الشريفة هذا الكتاب هو الأوسع في جمع التوقعات المهدوية كتاب جديد موسوعة توقعات الإمام المهدي صلوات الله عليه محمد تقي أكبر نجات دار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم موسوعة توقعات الإمام المهدي محمد تقي أكبر نجات هذا الكتاب كتاب جديد معاصر جمع مؤلفه فيه أكبر عدد استطاع أن يجمعه من التوقعات المهدوية الشريفة ما يرتبط ب رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد أشير إشارة سريعة هذا الكتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة لابن شهر آشوب أنماز داراني المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهو من علماء الشيعة المعروفين هذا الكتاب معالم العلماء هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة قموا المقدسة هذه الطبعة الأولى ألف أربعمية وخمسة وعشرين هجري قمري حينما نذهب إلى صفحة مية وتسعة وعشرين ورقم الترجمة سبعمية واثنين واربعين إنها ترجمة الشيخ المفيد يقول ابن شهر آشوب ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وهذه المعلومة ليست صحيحة رسائل الإمام وصلت إلى المفيد الرسالة الأولى سنة أربعمية وعشرة والرسالة الثانية سنة أربعمية واثنعش للهجرة والمفيد توفي سنة أربعمية واثنعش للهجرة الإمام خاطب الشيخ المفيد بهذا اللقب لكن المفيد يلقب بهذا اللقب منذ صغره منذ كان يافعا الذي لقبه بهذا اللقب هو كبير علماء المعتزلة في بغداد علي ابن عيسى الرماني هذا هو الذي لقب الشيخ المفيد حينما كان يافعا في أوائل شبابه حينما كان صغيرا لقبه علي ابن عيسى الرماني لقب محمدا ابن النعمان الذي هو المفيد المفيد هو محمد ابن النعمة لقبه علي ابن عيسى الرماني من كبار علماء المعتزلة في بغداد هو الذي لقبه بالمفيد فهذا خطأ واضح واشتباه فاضح من ابن شهر شوب المازند داراني في كتابه معالم العلماء ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه هنا يقول وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب كتاب معروف لابن شهر شوب المازند داراني مناقب آل أبي طالب مناقب آل أبي طالب جعل لكل معصوم من المعصومين بابا خاصا به فحينما يقول هنا وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب فلا بد أن يذكر هذا في الباب الخاص بصاحب الزمان فهذا الكتاب مناقب آل أبي طالب قسمه مصنفه ابن شهر شوب المازند داراني قسمه بحسب المعصومين معصوما معصوما فحينما يقول هنا من أنه ذكر سبب تلقيب صاحب الزمان للشيخ المفيد بالمفيد هو يشير إلى الرسائل وإلا لا يوجد شيء آخر لكننا إذا ما ذهبنا إلى الجزء الرابع من أجزاء مناقب آل أبي طالب وهو الجزء الأخير منها نجد أن الجزء الرابع قد انتهى بهذا الباب باب إمامة أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه هناك من جاء ورفع الباب الخاص بإمام زماننا حذفوه بالكامل لماذا حذفوا هذا الباب الأبواب الأخرى باقية إذا بدأنا من الجزء الأول إلى نهاية الجزء الرابع فقد ذكر المعصومين معصوما معصوما وجعل لكل معصوم بابا خاصا به إلى أن وصلنا إلى آخر باب بحسب ما هو موجود في كتاب المناقب الآن آخر باب هو الباب الذي يرتبط بإمامنا الحسن العسكري الباب الذي يفترض أن يكون بعد هذا الباب هو الباب المرتبط بإمام زماننا لا وجود لهذا الباب هناك من حذفه في نسخة كانت عندي من معالم العلماء وإنني لأتذكر ما جاء مذكورا فيها بنحو واضح جدا حينما طلبت من بعض الأخوة أن يأتيني بهذه النسخة كنت متوقعا أن أجد الكلام الذي أعرفه والذي قرأته في نسخة قديمة كانت عندي وحينما أقول في نسخة قديمة ما هي بمخطوطة ولا هي بمطبوعة بالطريقة الحجرية وإنما قد طبعت طباعة حروفية حديثة أتذكر أنني قرأت فيها من أن الإمام الحجة قد بعث بثلاث رسائل إلى الشيخ المفيد بثلاث رسائل وأشار ابن شهر شب من أنه ذكر ذلك في كتابه المناقب يعني أن الرسائل الثلاث ذكرها ابن شهر شب في كتابه المناقب أين سيذكرها سيذكرها في الباب المختص بإمام زماننا لقد رفعوا الباب بكامله يبدو أن الرسالة الثالثة كانت خطيرة جدا لذا لم يبق عندنا من الرسائل الثلاث إلا ما جاء مذكورا في كتاب الاحتجاج صاحب الاحتجاج أورد رسالتين وما يدريني ربما صاحب الاحتجاج أورد الرسائل الثلاث ولكنهم حذفوا الرسالة الثالثة وحرفوا الكلام في كتاب الاحتجاج هذا هو واقع المكتبة الشيعية وأنا لا أتهم نواصب سقيفة بني ساعدة أنا أتهم نواصب سقيفة بني نجف هذا الكلام أقوله ليس من تحامل هذا الكلام أقوله من خبرة طويلة في عالم الكتب بشكل عام وفي المكتبة الشيعية بشكل خاص مثل ما قلت لكم قرأت ولازلت أتذكر هذا بشكل واضح جدا في هذا الكتاب معالم 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 العلماء لابن شهر شوب الماز دراني وحينما طلبت من بعض الأخوة أن يهيئ لي هذا الكتاب لا أقصد الآن وإنما قبل سنوات قبل سنوات هنا في لندن طلبت من بعض الأخوة في لبنان أن يرسلوا لي مجموعة من الكتب من جملتها هذا الكتاب إنما طلبته لأجل هذه النقطة لأنني كنت محتاجا لذكرها في حديث في برنامج لا أتذكر الآن كنت محتاجا لذكرها لذكر أن عدد الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد كانت ثلاثا لكنني ما وجدت شيئا من ذلك ووجدت هذا الكلام ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب بحسب النسخة التي كانت عندي ولازلت أتذكر ما فيها فإن ابن شهر آشوب تحدث عن ثلاث رسائل وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة ومن أنه من أن ابن شهر آشوب الماز دراني ذكر الرسائل الثلاث في كتابه المناقب الجماعة شايلين الباب كل الباب الذي يرتبط بإمام زماننا شايله كل حتى يخلصون من الرسالة الثالثة وإلا لا معنى لرفع الباب بشكل كامل رفع الباب بكامله شلع خلع حتى يخلصون من القضية من أساسها ولذا فإننا لا نملك الرسالة الثالثة مما يؤيد كلامي من وجودي ثلاث رسائل ما جاء في كتاب رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية السيد مهدي بحر العلوم هذا هو الجزء الثالث من الفوائد الرجالية رجال بحر العلوم المطبعة أفتاب إنها الطبعة الأولى الناشر مكتبة الصادق طهران إيران السيد مهدي بحر العلوم توفي سنة 1212 هجري قماري ترجمة للشيخ المفيد وتبدأ ترجمة الشيخ المفيد صفحة 311 ماذا قال بحر العلوم في صفحة 320 وحكي وحكي عن الشيخ يحيى ابن بطريق الحلي صاحب كتاب العمدة وغيره أنه أنه ذكر في رسالة نهج العلوم لتزكية الشيخ المفيد رضي الله عنه طريقين أحدهما ما يشترك بينه وبين غيره من أصحاب الثقات وثانيهما ما يختص به وهو ما ترويه كافة الشيعة وتتلقاه بالقبول أن مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعلى آبائه كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتاب كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتاب إذن هناك ثلاثة رسائل وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة ما بأيدينا رسالتان فقط الرسالة الثالثة ويبدو أنها خطيرة جدا لذا لأجل ذلك رفعوا الكلام الذي يرتبط بها من نسخة معالم العلماء على الأقل من هذه النسخة التي بين يدي وحذفوا الباب المختصة بإمام زماننا من كتاب مناقب آل أبي طالب هكذا تجري الأمور صدقوني هكذا تجري الأمور ولقد واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات مئات المرات واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات حتى صرت قاطعا قاطعا من أن الذي يفعل هذا مراجع الشيعة فلا يجرؤ أحد أن يفعل هذا إلا هم إلا هم نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان التوقعات المهدوية صارت عندكم صورة إجمالية عن مقدار هذه التوقعات في أصلها ما يقرب من سبعين سنة وما بقي عندنا منها إلا القليل وقد عرضت أهم المصادر التي جمعت هذه التوقعات لعلكم تبحثون عنها وحدثتكم بشكل إجمالي عن رسائل الناحية المقدسة إلى المفيد ومن أن الرسالة الثالثة قد ضاعت ضيعوها ما ضيعوها إلا لخطورتها النقطة الأولى هناك تضييع متعمد للتوقعات بقي القليل من التوقعات بين أيدينا النقطة الثانية موقف مراجع حوزة الطوسي بنحو عام من التوقعات إنهم يضاعفونها يضاعفونها سندا ويضاعفونها دلالة ولعل من أبرز هذه التوقعات توقيع إسحاق ابن يعقوب توقيع إسحاق ابن يعقوب أسئلة كتبها إسحاق ابن يعقوب إلى إمام زماننا وهي أسئلة خطيرة خطيرة جدا حين أقول خطيرة أقصد من أنها مهمة إلى درجة الخطورة في واقع حياتنا الشيعية وجاء الجواب بخط يد إمام زماننا عبر السفير الثاني وعرفت هذه الرسالة في أوساطنا الشيعية بتوقيع إسحاق ابن يعقوب نسبة للذي أرسل الرسالة وبعد ذلك فإن الإمام أجابه على أسئلته هذا التوقيع مع أهميته يضعفونه سندا ويضعفونه دلالة ولكنهم إذا احتاجوا إلى الضحك على ذقون الشيعة في قضية تأسيس المرجعية يعودون إلى هذا التوقيع فيرددون ما جاء في التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وأكثر أصحاب العمائم لا يعلمون أن هذا التوقيع توقيع طويل يتصورون أن الكلمة التي تعرف بتوقيع إسحاق بن يعقوب هي هذه فقط لأنهم أساسا لا يقرؤون الحديث ولا يقرؤون التوقيعات والحوزة تعلمهم من أول يوم يأتون إلى الحوزة أن لا يقترب من أحاديث أهل البيت وأن لا يقترب من توقيعات إمام زمانهم وإنما يبقون مشدودين إلى كتب المخالفين وإلى كتب مراجع الشيعة فقط الذين هم ألعنوا من المخالفين ولذا لو سألت أكثر المعممين عن هذا التوقيع لا يعرفونه ولا يعرفون مصدره إنما هي كلمة يحفظونها من خلال ما يسمعونه في الدروس وهم لا يعلمون في الأعمل الأغلب من أن التوقيع الشريف هذا يجتمل على حكم إباحة الخمس زمان الغيبة الكبرى زمان الغيبة عموما لكنني ذكرت الكبرى لأننا نعيش فيها وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وحينما يواجه المراجع بهذا النص فيقولون من أن الخمس المباح هو الذي يرتبط بالمناكح بالزواج بقرينة لتطيب ولادتهم ولا تخبث وفقا لهذه الرؤية ولهذا التفسير فإن الأحاديث التي تقول من أن وجوب صيام شهر رمضان لأجل أن يستشعر الأغنياء الأغنياء جوع الفقراء فإذا افترضنا أن الغنية يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم هذا يعني أنه لا يجب عليه الصيام بحسب هذه الرؤية هذه رؤية شيطانية وهم يعلمون من أن التعليل وبيان الحكمة في ذيل بيان الأحكام الشرعية يأتي من باب بيان بعض الحكمة وإلا كما قلت لكم فإن الغنية الذي يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم لا يجب عليه الصوم وكذلك الفقير الفقير هل يحتاج إلى أن يستشعر جوع الفقير ما هو جائع فهذا يعني أن الصوم ساقط عن هاي منطقنا فعينما يريدون أن يضحكوا عليكم يضحكون عليكم بهذه الطريقة السخيفة فيقولون لكم من أن الخمسة الذي أبيح هنا الذي يرتبط بالمناكح أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع إنما أردت أن أعرض عليكم كيف يتعاملون مع التوقعات المهدوية ضيعوا أكثرها حكموا على الباقي بالتضعيف ضعفوها سندا ودلالة وحتى حينما يواجهون بها يحرفون مضامينها عرضت عليكم في الحلقات الماضية زمان الحسناوي وهو معمم صغير لا قيمة له معمم صغير لكنه تعلم من المعممين الكبار يقرأ في هذا الكتاب في الكتاب نفسه من الكتاب يقرأ النص لكنه حين يقترب من عبارة وأما الخمس ينقلب حاله ويقفز قفزة واضحة رجاء اعرض لنا الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يقرأ لغة جسده أن يقرأ ما يظهر على وجهه وأن ينصت بدقة إلى الطريقة التي سيقفز فيها وأما قفزة لأنه يبدو قد رأى الطنطل أعرض لنا الفيديو مباشرة بعد العبارة وأما المتلبسون بأموالنا مباشرة تأتي العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى آخر التوقيع الشريف قفز منها قفزتهم طويلة ذهب بها عريضة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعثمان ابن عفان لما فر بعيدا جدا يوم أحد فقال له قد ذهبت بها عريضة يا عثمان فلقد قفز قفزة عريضة زمان الحسناوي هذا مثال بسيط نحن لا نمتلك الأدلة الحسية على ما يفعله الكبار فهذا مثال مما يفعله الصغار الذين تعلموا من الكبار كيف يحرفون التوقعات المهدوية هذا تلميذ المراجع وهكذا تعلم من المراجع كيف يضحك على الشيعة وكيف يدلس على الشيعة وكيف يقطع التوقعات المهدوية الشريفة هذا مثال صغير لكن الواقع الشيعية منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 يجري على هذه الحالة ويجري على هذه الهيئة الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي الرسالتان اللتان وصلت إلى المفيد المصدر الأصل هنا وصاحب البحار نقل عن هذا المصدر وهو المصدر الأصل الرسالة الأولى جاء فيها ذكر أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم الخطاب مع أكثر مراجع الشيعة الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي الرسالة الثانية وصفهم الإمام بالسباريت من الإيمان السباريت جمع لسبروت بالضبط ما نقوله في ثقافتنا الشعبية العراقية سربوت والجمع سرابيت في لغة العربي الفصحى سبروت والجمع سباريت فالإمام وصف أولئك المراجعة بالسباريت من الإيمان هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين ولا ينطبق على غير العباسيين لأن أولئك لا إيمان عنده فما هم من الشيعة الإيمان هو التشيع الإيمان ولاية علي الإيمان ولاية الحجة بن الحسن بحسب ثقافتنا بحسب ديننا غيرنا لهم دينهم ونحن لنا ديننا السباريت من الإيمان الذين بإمكانهم أن يكونوا مؤمنين لكنهم يفتقرون إلى الإيمان هم الذين ضيعوا إيمانهم ضيعوا إيمانهم حينما نقضوا بيعة الغدير مثل ما جاء في الرسالة الأولى مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وأفضل مصداق لهؤلاء الطوسي الطوسي كان موجودا حينما وصلت هذه الرسالة للمفيد لأن الطوسي التحق بالمفيد سنة أربعمية وثمانية للهجرة وهذه الرسالة وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة في الرسالة الثانية أيضا الإمام يقول فما يحبسنا عنهم ما يحبسنا عن الشيعة عن مراجع الشيعة وعن الشيعة عموما ما يحبسنا عن التواصل معهم فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الإمام يتحدث عن كراهيته لهؤلاء المراجع وعن كراهيته للواقع الشيعي الرسالة الثالثة ماذا ذكر فيها الإمام يبدو أن الإمام قد تحدث بنحو صريح وصريح جدا ولذا ضيعوها ضيعوا الرسالة وما بقي لها من أثر بعيدنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه هذه صورة إجمالية عن التوقعات المهدوية الشريفة سؤال السائلين هل هناك من توقيع يتحدث عن هذه المسألة عن ذكر أمير المؤمنين في الصلوات المفروضة بعنوان الوجوب إذا كان الحديث عن الفاظ مباشرة فإننا لا نملك توقيعا في ذلك ولكن خذوا بنظر الاعتبار من أن التوقعات لم تصل إلينا كاملة وما وصل منها إلا القليل وحتى الذي وصل إلينا تعرض للتحريف والذي وصل إلينا ضعف سندا ودلالة من قبل مراجع حوزة الطوسي لكنني سأشير إشارات إجمالية لما ورد في بعض هذه التوقعات الشريفة من هذه التوقعات زيارة آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الإمام الحجة قال في أولها إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا إذا أردتم التوجه بنا إلى الله صنف من الشيعة قلوبهم تقودهم إلى هذا التوجه أن يتوجه إلى الله تعالى بمحمد وآل محمد وصنف من الشيعة يتوجهون إلى محمد وآل محمد إلى إمام زمانهم بنحو مباشر وهذا ما نجده في دعاء الندبة الشريف وهو من التوقعات أيضا فدعاء الندبة ورد عن الناحية المقدسة ومما جاء فيه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا التوجه في كل حال من الأحوال نتوجه إلى إمام زماننا في كل أحوالنا وأبرز هذه الأحوال في حال العبادة وطاعة والذكر والمناجات فيما يرتبط بأبرز صور الحياة الدينية أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا التوجه إليهم هو هذا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ماذا جاء في زيارة آل ياسي هكذا هكذا نخاطب إمام زماننا وهكذا نخاطب محمدا وآل محمد أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر من من تابع الحلقة الماضية قرأت رواية من الكاف الشريف من أحاديثهم وهم يتحدثون عن مضمون الحاج والحاج عبادة راسخة ومركزة ابدأوا بمكة واختموا بنا يبدأون بمكة يطوفون حول بيت شرفه الله بمولد علي وعلامة ميلاد علي واضحة في البيت مهما حاولوا تغطيتها هذا بيت شرفه الله بولادة علي في وعلامة التشريف واضحة واضحة في جدار البيت مهما حاولوا تغطيتها حتى البداية فإنها تعود إليهم ابدأوا بمكة واختموا بنا البداية أيضا منهم وإليهم أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر في العقيدة وفي القرآن ومعارفه وفي الأحكام وتفاصيلها أنتم الأول والآخر في الدنيا بشؤونها وفي الآخرة بشؤونها أنتم الأول والآخر في عالم التشريع وأنتم الأول والآخر في عالم التكوين أنتم الأول والآخر في عالم الطبيعة والشهادة وأنتم الأول والآخر في عوالم الغيب والملأ الأعلى وأنتم أنتم هذا هو المضمون الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة التي وردتنا بتوقيع من الناحية المقدسة من دون طلب من الإمام الإمام أرسلها إلينا أنتم الأول والآخر يأتي مضمون ذكر علي في الصلاة يأتي جزءا من هذه الحقيقة في توقيع من التوقيعات المهدوية أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة أربعمية أو ستة واثمانين هذا التوقيع وردنا عن إمام زماننا من طريق محمد ابن عبد الله الحمير رضوان الله تعالى عليه في سنة سبع وثلاثمائة سنة ثلاثمائة وسبعة للهجرة متى انتهت الغيبة الأولى ثلاثمائة وتسعة وعشر فهذا التوقيع ورد في أواخر الغيبة الأولى تقريبا سنة ثلاثمائة وسبعة التوقيع طويل أذهب إلى موطن الحاجة دعاء التوجه في الصلاة والإمام أشار إلى أنه سنة وما هو بواجب دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام في داخل الصلاة هكذا يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء الشريف فهذا ذكر أمير المؤمنين في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه إنما جئت به وجئت بزيارة آل ياسين ودعاء الندبة كي أقول لكم هذه بقايا التوقيعات تشير إلى هذه الحقيقة من أن ذكر علي مشرع في الصلاة وهذا النص واضح من توقيعات الناحية المقدسة بعد تكبيرة الإحرام هكذا يقول المصلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيثا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين فذكر أمير المؤمنين مشرع في الصلاة فلماذا يقول هؤلاء من أن ذكر علي في داخل الصلاة يبطل الصلاة ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على صلاتهم ألا لعنة على فتاواه هذا توقيع من الناحية المقدسة من بقايا التوقيعات التي أتلفوها وحرفوها وحرفوا الدين بكامله نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيّت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأنه وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يرتبط بالتوقعات المهدوية حددتكم بنحو إجمال أما أما اللقاءات فإن السؤال يسأل عن لقاء عن توقيع أما اللقاءات اللقاءات كثيرة ونحن لسنا مطلعين على كل اللقاءات وإنما اطلعنا على ما جمع في الكتب وهناك العديد من الكتب من الكتب القديمة ومن الكتب المعاصرة التي تشتمل على وقائع لقاءات الشيعة بإمام زمانها هل نصدق كل الذي ذكر في هذه الكتب هل نصدق بعضه هل أن البعض منه قد تعرض للتحريف كل ذلك ممكن لكنني أقول بالإجمال بحسب الطلاع فإنني لا أتذكر لقاء لشيعي من الشيعة التقى إمام زمانه وكان هناك من حديث أو من كلام عن ذكر أمير المؤمنين في الصلوات المفروض بحسب ما أتذكر من اللقاءات التي سمعت بها أو التي قرأتها في الأعم الأغلب في الكتب المختصة بمثل هذا الموضوع وهي كتب كثيرة ما هي بقليلة لكن يبقى فإن كثيرا من اللقاءات أصحابها لا يتحدثون عنها أو ربما تحدثوا عنها ونسيت وأهملت أو ربما وصلت إلى الكتاب والمعلفين ولأمر من الأمور لم يثبتوها في كتبهم قطعا اللقاءات التي كشف فيها الإمام لشيعته عن معايب المراجع أو عن معايب بعضهم فإن هذا لن يذكر في هذه الكتب لأن الذين جمعوا هذه الوقائع وهذه اللقاءات هم في أجواء المرجعية أو ممن يخافون من بطش هؤلاء المراجع فهذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف من وجهة نظري اللقاءات التي كانت فيما بين عوام الشيعة والإمام هذه لقاءات حقيقية يمكن أن تصدق أما اللقاءات التي ذكرت ما بين المراجع والإمام فأنا لا أصدق أكثرها أصدق البعض منها سابقا كنت أصدقها ولكنني بعد أن أصدق أصدق على الكثير يكذبون يكذبون أبناءهم يكذبون أصهارهم يكذبون طلابهم يكذبون هناك قضية لا تعرفونها أتحدث عن البعيدين عن الأجواء الحوزوية وكواليسها هناك قضية يقولون عنها من أنها سر بقاء الحوزة طيلة هذه القرون يقولون إننا نستعمل الكذب للدفاع عن الحوزة قطعا سيكذبون ني لكن الحقيقة هي هذه لأنهم يجبون على أتباعهم في الكواليس الخاصة يجبون عليهم وليس يجيزون يجبون عليهم أن يكذبوا لصالح المرجعية وأن يكذبوا على مخالفي المرجعية يجبون عليهم ذلك لا يجيزون له يقولون لهم يجب عليكم أن تكذبوا لصالح المرجع فيسطرون الكرامات وأن تكذبوا على الذين يخالفون المرجع فيسطرون المطاع وهم يقولون نحن بهذا الأسلوب حافظنا على المرجعية وحافظنا على الحوزة وحافظنا على الدين أيه دين هذا الذي يحافظ عليه بالأكاذيب إنه دينهم ما هو بدين محمد وآل محمد هذا هو دين المراجع دين الأكاذيب ودين التحريف ودين الدجل نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقة صلوات الله عليه الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصحر وراية الأبقع وراية السفياني أهم لقاء من وجهة نظري عبر تعريخ الغيبة الكبرى أهم لقاء حدث مع إمام زماننا لقاء ميرزا مهدي الإصفهاني ميرزا مهدي الإصفهاني توفي سنة 1365 للهجرة قبل ثمانية وسبعين عاما من الأعوام قبل ثمانية وسبعين سنة توفي الميرزا مهدي الإصفهاني في مدينة مشهد لقد ذكرت لكم حكايته بالتفصيل في حلقات سابقة لكنني سأشير إليها بالإجمال يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج كي تطلعوا على تفاصيل واقعة ميرزا مهدي الإصفهاني ميرزا مهدي نال الإجتهاد من الذي أجازه أجازه النائيني النائيني هذا الذي الخوئي قتل نفسه قتلا على أن يحصل إجازة إجتهاد منه وما أعطاه وبقيت غصة غصة بقيت غصة في صدر الخوئي إلى أن مات لأن النائيني ما أعطاه إجازة اجتهاد وهذه الحكاية معروفة في الأجواء الخوئية الحوزوية فالنائيني هو الذي أعطى إجازة الإجتهاد الكامل لميرزا مهدي الإصفهاني وفي الوقت نفسه أستاذه في العرفان وهو من أخطاب المدرسة العرفانية الشيعية السيد أحمد الكربلاء أجازه أيضا وقال له من أنك أصبحت عارفا كاملا لن تحتاجني بعد هذا اليوم وهناك العديد من المراجع في عصره أقر إجازة النائين أغاضياء العراقي العراقي يعني الأراكي من إيران أغاضياء العراقي أيضا أجازه وفقا لإجازة النائين وأغاضياء العراقي هو من أساتذة الخوء أيضا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموطوع ليس مهما من أجازه الرجل وصل إلى النهاية في الدراسة الحوزوية الأصولية ووصل إلى النهاية في الدراسة العرفانية إلى أن التقى بالإمام وكانت رسالة الإمام إلى الشيعة عبر هذا الرجل طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذه الرسالة صريحة ببطلان المنهج الأصولي وببطلان المنهج العرفاني الأصولي فميرزى مهد الأصفهاني كان من طلاب هذين المنهجين في بداية حياته كان على المنهج الأصولي وبعد ذلك توجه إلى العرفان فصار من المجموعة العرفانية الأصولية رسالة الإمام واضحة رسالة إمام زماننا واضحة تشير إلى بطلان المنهج الأصولي وإلى بطلان المنهج العرفاني الأصولي ولذا فإن ميرزى مهد الأصفهاني هكذا فهم الأمر وخرج فارا من النجف وانتقل إلى مشهد وأسس مدرسته الخاصة به التي تعرف بالمدرسة التفكيكية وأصحابها يطلقون عليها المدرسة المعارفية طلب المعارف استناداً إلى هذه الرسالة يسمونها بالمدرسة المعارفية طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هل وصل إلى الحقيقة الكاملة ميرزى مهد الأصفهاني لم يصل هذا أمر خارج عن بحثنا لكن الرسالة واضحة رسالة إمام زماننا تشير إلى بطلان المنهج الأصولي وإلى بطلان المنهج العرفاني الأصولي هذا هو أهم لقاء أهم لقاء من وجهة نظري هذا النص يشير إلى هذه الحقيقة إلى أية حقيقة إلى حقيقة منهج العترة في استنباط الأحكام الشرعية الذي يؤدي إلى وجوب ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة ومن دون ذكره فإن الصلاة باطلة 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 طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فتاوى مراجع الشيعة عبر العصور منذ زمان الطوس وإلى الآن هي وفقا لمنهج الشفع فتاوى باطلة فهذا المنهج منهج باطل المنهج الحق هو منهج العترة أحاديثهم رواياتهم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفقا لهذه المعطيات فإن الشهادة الثالثة واجبة الذكر في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة لكنكم إذا كنتم تسألون عن لقاء مشخص مثل ما قلت لكم قبل قليل إنني لا سمعت بمثل هذا اللقاء ولا قرأت عنه ولكنني أفقه هذا الفقه من هذه الرسالة العظيمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فحوزة الطوسي منكرة له منكرة لإمام زماننا بالضبط مثل ما جاء في الرسالة التي قرأتها عليكم قبل قليل في الرسالة الأولى التي وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون المضمون هو هو لكنه جاء صريحا وموجزا في هذه الرسالة القصيرة التي وصلتنا من إمام زماننا عبر ميرز مهدي الأصفهاني نذهب إلى فاصل عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا سؤال يطرح نفسه بعد كل هذه التفاصيل إذن ما العمل ماذا يعمل الشيعي مع كل هذه الحقائق عليه أن يبحث عن هؤلاء مستعينا بتوفيق إمام زمانه إمامنا الصادق في رواية التقليد أعطانا ضمانا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر الحديث عن المرجع الشيعي الضال الذي هو على منهج الطوسي فإن الله لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب فعلى الشيعي أن يتوجه إلى إمام زمانه كي يرشده بتوفيق من إلى هؤلاء الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 رقم الخطبة 150 أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الزمان من أنه في سترة عن الناس والسترة هي الغيبة لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة ثم ليشحذن فيها في هذه السترة في الغيبة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل والقين هو الحداد ما الذي يجري عليهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون عند المساء يسقون الحكمة صباحا ومساء مثل ما يتوقعون الفرج صباحا ومساء هذا هو فرجه توقعوا الفرج صباحا ومساء هذه القلوب المخلصة التي تتواصل مع إمام زمانها صباحا ومساء يتواصل معها بحكمته يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء على الشيعي أن يبحث عن هؤلاء يلجأ إلى إمام زمانه ويطلب من إمام زمانه أن يرشده إلى هؤلاء هؤلاء الذين هكذا وصفهم أمير المؤمنين تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح مراجع النجف وكربلاء يعلمون من عند أنفسهم والقريبون منهم يعلمون أحوال مراجعهم من أنهم أبعد ما يكونون عن هذه الأوصاف فمراجع النجف وكربلاء هم الأبعد عن هذه الأوصاف يعلمون ذلك من أنفسهم والقريبون منهم يعلمون ذلك منهم وهذا يدل على أنهم ليسوا نوابا لصاحب الزمان هؤلاء كذابون دجالون هؤلاء الذين يوصفون بهذه الأوصاف هم القريبون من صاحب الزمان إذا كان السؤال ماذا يعمل الشيعي عليه أن يتوجه إلى إمام زمانه كي يوفق لتطبيق هذا القانون بحقه أن يطبق الإمام القانون بحقه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي على المنهج الطوسي وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب من هؤلاء تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح إن لم تكن الأبواب مفتوحة للشيعي في هذا المجال وكانت مغلقة بوجه لأي سبب من الأسباب فالأسباب كثيرة والأوضاع معقدة فعليه أن يتمسك بالعمودين بالكتاب والعترة فقط وأن لا يذهب إلى أولئك المراجع الذين لا يتمسكون بالكتاب والعترة وإنما جعلوا الإجماع ثالثا وجعلوا العقل رابعا وهو القياس وهو القياس الملعون حتى حينما تحدثوا عن الكتاب تحدثوا عن الكتاب الذي يفسرونه وفقا للمنهج العمري وليس وفقا لمواثيق بيعة الغدير وحينما تحدثوا عن السنة فلقد تحدثوا عن الأحاديث التي يقبلونها ويرفضونها وفقا لعلم الرجال الناصبي الذي يحرم استعماله في استنباط الأحكام الشرعية لأنه ضلال مثل ما بينت لكم ذلك من حقائق القرآن في الحلقات الماضية هذا هو قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم إذا ما ذهبنا إلى سورة المعارج وإلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هذه الشهادات جمع وأقل الجمع ثلاث شهادات إنها شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية في مستوى واحد قائمون قائمون بهذه الشهادات فلا يقال للأولى واجبة وللثانية واجبة وللثالثة مندوبة قائمون بدرجة واحدة لا أريد أن أفصل في القول هنا يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بفقه بفقه الشهادة الثالثة في برامج وأحاديث والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون القضية واضحة فأين يأتي ذكر الشهادة الثالثة إنه في التشهد الوسط والأخير علة تشريع الصلاة أقرأ عليكم من علل الشرائع للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الجزء الثاني الباب الثاني العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة تشريع الصلاة وفرضها إمامنا يقول إمامنا الصادق يقول وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه يذكرون محمدا وحينما نذكر محمدا فإننا نذكر آل محمد يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عنه وينسوه فيندرس ذكره فعلة التشريع هي هذه أن نديم ذكر محمد وآل محمد علة التشريع أن نديم ذكر علي وآل علي فكيف يكون ذكر علي مبطلا للصلاة إذا كان أصل التشريع هو هذا أصل تشريعها كي نديم ذكر علي وآل علي كي نديم ذكر محمد وآل محمد ذكر محمد هو ذكر علي وذكر علي هو ذكر محمد صلى الله عليهما وآلهما إذا كان تشريع الصلاة هو هذا فكيف يكون ذكر علي مبطلا للصلاة لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الموضوع لقد تحدثت بشكل مفصل وواسع وعريض في هذا الموضوع يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة به في الكهف الشريف وهذا هو الجزء الثالث من الكهف الشريف وطبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 324 من الباب المرقم 196 إنه الحديث الثاني عن بكر ابن حبيب قال قلت لأبي جعفر للإمام الباقري صلوات الله عليه أي شيء أقول في التشهد والقنود قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ليس هناك من ذكر محدد قل بأحسن ما علمت وأحسن ما علمنا ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه الذي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نزين مجالسنا به زينوا مجالسكم بذكر علي فكيف لا نزين صلاتنا بذكره صلوات الله وسلامه عليه قل بأحسن ما علمت وأحسن ما علمنا ذكر علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أطيل عليكم هذا هو القطرة من بحار مناقب النبي والعترة لأحمد المستنبط وهذه الطبعة طبعة مكتبة نينواء الحديثة طهران إيران صفحة مئتين وواحد وعشرين رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تشهد الصلاة جاء في هذا التشهد وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي نعم الوصي ونعم الإمام اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر ما جاء في هذا التشهد قطعا بداية التشهد بسم الله وبالله والحمد لله إلى آخره مع ذكر الشهادة الأولى والشهادة الثانية وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي نعم الوصي ونعم الإمام نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقت وفي الفقه الرضوي فقه إمامنا الرضا وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صيغة التشهد في الصفحة التاسعة والأربعين وما بعدها صيغة طويلة تبدأ بسم الله وبالله والحمد لله إلى أن نقول في صيغة التشهد هذه عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى ونستمر ونستمر في التشهد إلى أن نقول اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين ثم يصلي الشيعي على إمام زمانه إن كان في زمان الإمام الرضا فهذه الصلاة عليه وإن كان في زمان الحجة بن الحسن فهذه الصلاة على الحجة بن الحسن هذا هو تشهد الصلاة برواية إمامنا الرضا اللهم صلي على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطوال وعلى عروتك الأوثاق وعلى وجهك الأكرم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أنت حينما تقول هذه الكلمات تتوجه إليه وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صلي على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار إلى أن تقول في ختام الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالح صيغة طويلة لا أجد مجالا لقراءتها وإنما أشرت إلى العبائر التي ذكرت أمير المؤمنين وذكرت الزهراء والأئمة المعصومين هذه نصوص مروية في كتبنا يضحكون عليكم هؤلاء المراجع ويقولون لكم من أن الصلاة توقيفية ومن أن التشهد لا بد أن يكون بهذه الصيغة الشافعية هذه صيغة شافعية الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد وردت في رواياتنا لكنها جاءت بلسان التقية وفقا للمذاق الشافعي والطوسي هو الذي اختارها لماذا لم يختر الطوسي هذه الصيغ وهناك صيغ أخرى كثيرة لماذا لم يختر غير الصيغة الشافعية لأنه شافعي لأنه شافعي هذه هي الحقيقة ما هذه صيغ وردت عن الأئمة صلوات الله عليه لماذا مراجع النجف لا يختارون هذه الصيغ على الأقل لا يقولون عنها واجبة من أنها مستحبة هم يمنعون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير حتى بنحو الاستحباب وإن كان ذكر علي بنحو الاستحباب أكبر إساءة لأمير المؤمنين هذا بالضبط كالذي يدخل على اثنين يسلم على الأول سلاما مفصلا والثاني بنفس المنزلة لا يسلم عليه بنفس الطريقة ويشعره من أنه دون ذلك علي هو نفس محمد ومحمد هو نفس علي صلى الله عليهما وآلهما والشهادة لعلي هي شهادة لمحمد والشهادة لمحمد هي شهادة لعلي صلى الله عليهما وآلهما هذه الفتوى واضحة من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل إمامنا الصادق يقول فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين في الصلاة وفي غير الصلاة فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين المضامين واضحة وصريحة جدا أما سؤالكم ما هي الحكمة في عدم الإشارة إليها نحن لا نملك مستندا حتى نقول من أن الإمام الحجة لم يشر إلى الشهادة الثالثة في توقعاته أو في لقاءاته لأننا لا نملك من التوقعات إلا القليل ولأننا لا نحيط علما بكل اللقاءات وإذا كنتم تسألون عن إشارات فقد وضعت الإشارات بين أيديكم قبل قليل حينما قرأت عليكم من زيارة آل ياسين وقرأت عليكم من دعاء الندبة الشريف وقرأت عليكم صيغة دعاء التوجه في الصلاة الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام وقد جاء في توقيع من التوقعات الشريفة وأعتقد أن الحقائق التي طرحتها لكم فيما جاء في سورة المعارج أو في النصوص الحديثية الأخرى تفريعا على رسالة إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فطريقة الاستنباط عند مراجع النجف وكربلاء طريقة شافعية تقع في هذا الحد في حد إنكارهم صلوات الله عليهم وأنا استنبطت لكم من خلال معارفهم من خلال كتبهم من خلال حديثهم بشكل إجمالي إذا أردتم التوسعة فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع فقد فصلت القول فيها تفصيلا وإذا افترضنا من أن الإمام لم يتطرق بشكل مباشر إلى هذا الموضوع فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يتطرق أيضا بشكل مباشر إلى ما هو أعظم من هذا إلى بيعة الغدير بكل تفاصيلها وإنما وردت الإشارات إليها إجمالا مثل ما أشار إليها في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع فهذا موضوع كبير ووقت الحلقة صار طويلا لكنني أقرأ عليكم من الكتاب الكريم إنها الآية التاسعة والسبعون بعد البسملة من سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذرأنا خلقنا معنا من معاني ذرأنا خلقنا وأوجدنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الآية هكذا تقول من أن الله هو الذي ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس هذا الأمر يأتي عبر الأسباب أبالله أبالله إلا أن تجري الأمور بأسبابها فحينما تقول الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس عبر الأسباب لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم من البداية لجهنم هو عالم بذلك لكن الأمور تجري عبر الأسباب وكذا فإن الأمور تجري في زمان الغيبة مع إمام زماننا عبر الأسباب مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنة عملية التقييض عملية أسباب تجري عبر الأسباب الهداية كذلك تجري عبر الأسباب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هكذا حدثنا عن الانتفاع منه زمان غيبته إننا ننتفع منه كانتفاعنا بالشمس إذا ما جللها السحاب وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب إنها الأسباب هذه هي الأسباب حينما يقول في التوقيع نفسه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إنها الأسباب فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليها حينما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك عبر الأسباب نقرأ في أدعية شهر رمضان أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه هذه هي الأسباب هناك أسباب للهداية وهناك أسباب للضلال هناك أسباب للتفقه وفقا لما يريد إمام زماننا وهناك أسباب للضياع والانتكاس وفقا لفقه الشافعي مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشيائه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده ومثل ما هنا في اتجاه الضلال هناك أيضا في اتجاه الهدى أبالله إلا أن تجري الأمور بأسبابها وهذه هي الأسباب أنتم تبحثون عن موقف لإمام زماننا ما كل هذا الكلام هو كلام إمام زماننا ما هذا هو دينه وهذا توفيقه وهذه هدايته أتمنى أن يكون الجواب كافيا ووافيا